لويس إنريكي عامل بطولات كبيرة جداً عامل مطشاط كبيرة جداً شوفنا لويس إنريكي في اليورو السنة اللي فاتت في اليورو 20-20 اتلعبت في 2021 وازاي ان النهاردة اوصل بهم كمان لسيمي فايل لنهاء دور الأمة الأوروبية مطشاط كبيرة جداً وجيل جديد زي ما كنا بتكلم عن ألمانيا انه عنده لعيبة كبيرة ولعيبة صغيرة نفس القصة تنطبق شوية على منتخب أسبانيا عنده بيدري وعنده جافي في نص الملعب ومعهم بوسكتس فيعلي متكلم في سولاسي برشلونة رايح الناحية الثانية هل بوسكتس يقدر الرتم اللي مش قادر يلاحق عليه كان في دور الأبطال وعلى اللي جهل هيلحق عليه في كاس العالم ولا بيدري وجافي هيكون ليهم دور كبير جداً مع منتخب أسبانيا خلي بالك لويس إنريكي بيلعب 4-3-3 حاجة يعني تيبيكل كلاسيكية جداً لمنتخب أسبانيا منتخب بيلعب كورة حلوة جداً منتخب عنده استحوايس كويس جداً بيقدر يخلق فرص كويسة جداً عنده في الهجوم داني أولمو وإرزابال الاتني كان بيتم استردامهم في اليورو كويس حط بقى النهاردة فران توريس وحط مراتة وحط لعيبة ولكن دايماً بحس إن منتخب أسبانيا على قد عظمة الجيل ده وقوته تدريجياً سيطر عب كورة هلعب كورة حلوة هلعب كورة ممتعة متطورة الأظهرة بتخش في قلب الملعب كل ده حلو جداً بس ما عندوش الشراسة اللي تخليه سجل ما عندوش الشراسة اللي تخلي منتخب أسبانيا يترجم كل الفرص اللي بتتخلق لي دي يسجل منها أهداف ودي نقطة مهمة جداً أسبانيا عشان نبقى عارفين هتبدأ مواجهتها بالكستريكا ودي مواجهة نسبياً سهلة وبعدين هتخبط في ألمانيا في المواجهة التانية وده أهم ماتش في المجموعة لأن الماتش ده هيحدد لو المجموعة دي مشي طبيعي مين يطلع أول مين يطلع تاني والمواجهة الأخيرة هتلاعب اليابان اليابان على قد السرعات وعلى قد قوتهم وانضباطهم ولكن ما اعتقدش مع منتخب أسبانيا يقدروا فأنت النهاردة بتتكلم في لعيبة مهمة جداً أنت بتكلم أوناي سيمون دايماً بيكون هو حارس المرمى هالروبرت سانشيز هيكون متواجد معاهم لعيبة كاربخال أسبليكويتا لعيبة مهمة جداً موجودة باو توريس أنت بتكلم النهاردة إيريك جارسيا ماركوس ألونسو بارشلونا بقى انت بتتكلم في مجموعة من اللعيبة زي ما قلنا بيدري وعندنا رودري كمان من منشستر سيتي فنص الملعب ده هالرودري حيلعب على حساب بوسكتس ولا لأ خط الهجوم جيريد مورينو رودريجو مورينو موراتا عندك فرانتوريس أسباس أوريزابال إنسو فاتي كمان فمجموعة كبيرة جداً من اللعيبة المهمة ما بين لعيبة كبار في السن ولعيبة صغيرة في السن الاربعة تلات تلاتة بتاعت متخب أسبانيا الكلاسيكية هل هيقدر يسيطر على نص الملعب موراته قدام ألمانيا ولا هل هيقدر يعدي أول موبرانة لمنتخب كوستاريكا كوستاريكا أيا كان الوظف في الآخر كوستاريكا منتخب من منتخبات أمريكا الجنوبية منتخب قوي منتخب عنده لعيبة مهارية عنده لعيبة كويسة ولكن أعتقد بالنسبة كبيرة وجهة نظري المتوضع هقولي رأيكم في الكوميتس لو رتبت الأول والتاني في المجموعة دي أنا أروح لمنتخب ألمانيا يسعد أول وأروح لمنتخب أسبانيا يسعد تاني والتاني في المجموعة دي حيتصعب مشواره شوية في البطولة بعد كده من اللعيبة المهمة لتحط عينك عليها أو بلاير تو ووتش منتخب أسبانيا طبعاً هنروح لبيدري بيدري يا جماعة السن فات لعب الأولمبياد لعب يورو 2020 لعب عدد مباريات يتخطى 75 ماتش أعتقد لو ما تخنيش الزاكرة السنة الفات مع منتخب أسبانيا وهو عنده 18 سنة السنة دي رايح معهم كاس عالم وهو واحد من أهم نجوم برشلونة مع تشافي حالياً فانت تتكلم في العيب مهم جداً من أهم لعيبة نص الملعب وتبصوا برضو على جافي نجم برشلونة اللي تم تجييد عقده الفترة اللي فات مع برشلونة وتحط شرط جزائي مليار يورو في عقده هجمياً ممكن عينك تروح لأن سفاتي واحد من أهم لعيبة برشلونة أسبانيا عندها مباراوة دية مع منتخب الأردن هتختم مواجهاتها كلها وساعاتها لكاس العالم فليه نقولك أن آخر تشكيل لأسبانيا مثلاً ضد سويسرا كانوا بيلعابوا بقناي سيمون في حراس المارمة سيزار أس بلكويتا إيرا جارسية باو توريس جوردي ألبا رباعي دفاعي نص الملعب بوسكتس جابي بيدري نص ملعب برشلونة تيبيكل أنت ممكن يخش عليهم رودري من منشستر سيتي يديهم قوة هجمياً عندك فران توريس أسانسيو لعيبة مهمين جداً في نص الملعب واثنين لعيبة يتقلوا الفرقة أعتقد أن بنسبة كبيرة منتخب أسبانيا هيبقى منافس صعب في المجموعة وإن كنت توقعاتي شخصية نظراً للخبرات نظراً للشراسة نظراً للقطر الحلول الفردية أن عندهم حتى في غياب تيمو فيرنر مازال منتخب ألمانيا عنده لعيبة هجمية تقدر السجل توقعاتي أعتقد أن بنسبة كبيرة ألمانيا تسعد أول وأسبانيا تسعد تاني المجموعة